خلاص احنا استقرينا في حلقات رمضان من اول حلقة في رمضان ان احنا في برنامج ولا تعسره احنا في سلام كل حلقاتنا هتدور حول السلام وتكلمنا على ان السلام هو اكتر معنى محتاجين نخرج به من رمضان وبتدينا وقلنا ان السلام ده هيبقى عينقسم الى ثلاثة اقسام زي ما عودنا رمضان زي ما رمضان اوله رحمة ووسطه مغفرة واخره وعدكم من النار يبقى كذلك نحن لابد ان نتعامل مع سلام رمضان اثلاثا وكان الثلاثة الاول اللي احنا هنتعامل فيه مع سلام رمضان هو السلام اللي بيكون فيه بنستمده من علاقتنا مع المولى سبحانه وتعالى واحنا في رابع يوم من رمضان ولسه بنتكلم عن محطة الاولى من محطات السلام وهي السلام في العيش مع الله وشعرنا المكتوب على قلوبنا البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وبعد ما تكلمنا عن سلام المحبة ثم سلام الافتقار ثم سلام الفضل الرباني النهاردة هنتكلم على سلام مهم جدا مبني على الفضل الرباني وهو جزء مهم جدا في المعاملة مع الله وهو سلام الحكمة الربانية واحدة واحدة الحكمة هي وضع الاشياء في محلها احنا عندنا بنتعامل مع حكمة ربنا ربانية مش بتضع الاشياء في محلها ده هي اللي بتخلق المحل نفسها فلازم واحنا بنتعامل بنتعامل مع اليقين من الحكمة الربانية فاحنا مبارح تكلمنا عن الفضل الرباني وشوفنا ازاي ان الانسان غارق في فضل الله سبحانه وتعالى وما يسألش صاحب الفضل عن الحكمة من الاحداث اللي بتحصل حواليه ليه طيب؟ لان صاحب الفضل هو لا ينتظر ان يسأل العبد ولازم احنا يكون في اقنة ان الله سبحانه وتعالى لانه كريم ولانه صاحب فضل جعل حكمته ظاهرة لمن يريد ان يعرفها في كل شيء واذا انت لم تعرف الحكمة فتستطيع ان تحيل هذا على فضل الله ففضل الله قرب الحكمة الله سبحانه وتعالى لانه خالق كل شيء كان من الممكن ان لا يظهر حكمته من فعل الاشياء ولكن الله لان الله يتفضل علينا اظهر حكمته سبحانه وتعالى وعشان كده من الحاجات اللي بتظهر سوء الظن بالله وسوء الفهم من الله وعدم الاطمئنان بحكمته هو ان العبد يه عنده قافة كده قافة سيئة جدا جدا تبين ان هو مش عايش بالحكمة الربانية ايه القافة دي؟ انه ينتظر المصيبة لما يعمل الزم اللي هو المصائب بسبب الذنوب وينسى ان الله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير واحيانا بيدخل العبد في الصلاة وفي العبادة ومستحضر الزم ومش شايف خالص ان هو دخل على الله ومش شايف ان هو في حضرة مولاه ونسي ان الوضوء بتاعه ده الله سبحانه وتعالى جعله لكي يدخل على الله وهو قد تطهر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تخرج خضايا من تحت اظافره فما ينفعش ان انت تكون معتقد ان صاحب الفضل والذي جعل الوضوء قبل الصلاة سيجعلك تدخل عليه وعلى حضرته باوحالك لا ابدا مش هتدخل على الله سبحانه وتعالى باوحالك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان العبادة بتطهر هذه الاوحال ومهما كانت هذه الاوحال هي اكبر من معاصر الزهوم فيقول مثلا عن الصلاة سبحانه وتعالى يقول لنا عن الصلاة واقم الصلاة ايه ان الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون بمعنى ان انت لازم يكون عندك يقين ان الله يعلم ما تصنع وما ذلك قال لك ادخل في الصلاة يعني ادخل في الصلاة وسأحمل عنك خطاياك ولذلك ارحنا بالصلاة يعني الصلاة ستحمل عنا ذنوبنا وحضرة النبي يقول عن الصوم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في رواية خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه يب ايذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبادات كمان مكفرات لما بينهما من الذنوب فبلاش الفكرة اللي عندك دي انك ما ما عملت الزنب لما تيجي تعمل الزنب ايه لا يحصل ربنا يتربص بيك ويقصف عمرك وايه اللي حاصل وايدمر حياتك لا دول عيازه بالله سوق فهم وسوق ظن بالله سبحانه وتعالى هل معنى كده ان المعاصي لا تذهب البركة من الحياة ولا تؤثر على حياتك نعم تؤثر ولكن انت لابد ان تعرف ان المصائب ليست بالضرورة تأتي لعقابك على ما فعلت ولكن تأتي لحكمة بالغة وهي ان الله يربيك اه يعني انت عايز تقول المعنى ده مش عايز تقول ان احنا نستهين باثار المعاصي على حياتنا ابدا انا بقولك ان المعاصي ان المصائب الله يأتي بها والبلاء يأتي الله بها لكي يربيك فربنا سبحانه وتعالى من صفاته الحكيم يعني هو سبحانه وتعالى لا يفعل شيء الا بحكمة لكن الفرق ان فيه ناس بتعرف الحكمة دي وناس مش بتعرفها يعني فيه ناس دائما عندها يقين ان الله لم يفعل الشيء الا بحكمة طب هو لما يفعل الشيء لما يكون متيقن بدا يحصل له ايه يحصل له سلام متيقن من ان الله سبحانه وتعالى من ان الحياة لا عبث فيها يعني ايه لا عبث فيها ما ينفعش ان هو يقول انا بعد ما كل عملت كل ده تجيلي مصيبة فيديع مشروعي وتديع حياتي كلها كده معقولة بعد ما اربي ابني افقده في حادث كده ازاي الكلام ده انا معقول ان انا عمل كده لكن تجيلوا الحكمة ان لله وانا اليه راجعون يعني ايه يعني ان الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ذلك واذا معرفناش الحكمة هنا نحن على يقين ان فعله على كمال الحكمة وسنعرف الحكمة هناك يبقى اذا لازم ناخد بالنا ان احنا لازم طول الوقت واحنا عايشين نبقى عارفين ومتيقنين ان لله حكمة ولذلك الناس في المصايب نعين النعين دولة بيفضلوا عندهم علاقة بالحكمة في ناس مش قادرين يعرفوا الحكمة فبيقولوا زي ما قالوا بني اسرائيل مع سيدنا نموسى انا لمدركون يعني الحياة ستدمر الاغيار وما سوى الله والاخطار ستدمر حياتنا لكن في ناس تانية بيهتفوا مع سيدنا موسى وبيقولوا ان معي يا ربي سيهدين نمزجين في الحياة بيتعملوا وهم بعضهم فاهم حكمة ربنا وضع يقين في قلبه وبعضهم مش فاهمين حكمة ربنا ويفضلوا حياتهم بيبحثوا عن السلام ووقات كتيرا ما بيلؤهاش موسيقى